نقلب معكم عددا من الملفات ونبدأ الحر الليل من مصر حادثة سهاج تعيد ملف قطارات مصر إلى الواجهة من جديد عادت صورة حوادث سكك الحديد والمرور المأساوية إلى الواجهة أكثر الحوادث دموية وقع عام 2002 عندما لقي 373 شخصا حفهم بعدما اندلعت النيران في قطار مزدحم جنوب العاصمة ونهاية فبراير 2019 شهدت محطة رمسيس للقطارات في القاهرة حادثة مروعا حين صدم قطار مسرع حائطا عند طرف رصيف المحطة مما تسبب بانفجار واندلاع حريق ضخم أدى إلى مصرع 22 شخصا وتسبب هذا الحادث في استقالة وزير النقل هشام عرفات اليوم حادث تصادم في سهاج أين شبكة الأمان في القطارات إلى متى ستستمر هذه الحوادث في مصر وهل السائق هو المسؤول أم عدم تجديد شبكة القطارات هو مشهد بات مكررا بشكل ثقيل بالنسبة إلى المصريين مشهد تصادم قطارين ووقوع عشرات الضحايا والمصابين وهذه المرة في محافظة سهاج حيث اصطدم قطارين ببعضهما البعض في منطقة صوامعة المدافن التابعة لمدينة طهطا بينما أكدت هيئة السكة الحديد المصرية أن السبب وراء الحادث يرجع إلى قيام مجهولين بسحب مكابح الطوارئ لبعض عربات أحد القطارين ما أدى إلى توقفه واستضام القطار الآخر بمؤخرته وقوف مجهولين وراء الحادث لا يعفي السلطات المصرية من مسؤولياتها بحسب مصادر متابعة وتقول هذه المصادر أن استخدام هذه المكابح أو بلف الخطر كما تعرف في مصر أمر شائع في القطارات وعربات المتر حول العالم وهذا لا يفسر على الإطلاق حصول الحادث وغياب شبكة الأمان اللازمة لمنع أي قطار آخر من الاستضام أو حتى الاقتراب من القطار المتوقف وتكمل هذه المصادر بالتأكيد أن وضع سكك الحديد في مصر متهالك إلى حد كبير لافتة إلى أن الحادثة ليست الأولى من نوعها حيث شهدت مصر خلال الأعوام الثلاثين الماضية سبعة وعشرين حادثا تخطى عدد ضحاياها الألف شخص ويقول المتابعون إن الأمور مرشحة للتفاقم في ظل غياب المحاسبة والفساد المستشري في عمل سكك الحديد المصرية الحادث أثار ردودا عنيفة كان أبرزها للرئيس عبد الفتاح السيسي الذي توعد أن ينال الجزاء الرادع كل من تسبب بحصول الحادث بإهمال أو بفساد أو بسواه كما قال متوجها بالعزاء لأسر الضحايا هذا وأمر النائب العام المصري بالتحقيق العاجل في حادث استضام القطارين وانتقل فريق من النيابة العامة لمباشرة إجراءات التحقيق لنقاش هذا الموضوع نضم لنا من القاهرة طارق عباس الصحفي المختص في التحقيقات والحوادث بصحيفة الوطن المصرية وعبر سكايب من نيويورك محمد السطوحي الكاتب الصحفي والمحلل السياسي مرحبا بكما سيد طارق ما الذي حدث سيد طارق يبدو بأن سيد طارق لا يسمعنا نحاول أن يسمعنا في ثوان معدودات أنتقل إليك سيد محمد من المسؤول برأيك عن تكرار هذه الحوادث عاما بعد آخر طبعا نحن لا نعرف بالتفصيل ما دار وأسباب الحادث الأخير وأنا اعتقادي أن الهيئة ربما كان عليها أن تنتظر قليلا قبل أن تصدر هذا البيان عن أن مجهولين قاموا بشد الكوابح ربما يكون هذا هو ما حدث لكن ربما أيضا يكون هناك أسباب أخرى وبالتالي الإصراع قبل أن تكون هناك أي تحقيقات وقبل أن يكون هناك تقارير فنية عن أسباب الحادث بالقاء اللوم على مجهولين بهذا الشكل هو الذي من وجهة نظري سيثير الشكوك حتى لو كان هذا هو ما حدث بالفعل وهذا ما أصدرته اللجنة بعد تحقيقاتها كان على اللجنة أن تنتظر بعض الشيء وأن يكون هناك مرعاة أن الناس تريد على الأقل الإصراع باتخاذ إجراءات بالنسبة للحادث الأخير وبعد ذلك تفسيره وتقديم تطمينات للناس لأن هذا الحادث ليس وحيدا ليس الأول وللأسف الشديد لن يكون الأخير أنا تجولت كثيرا خلال الساعات القليلة الماضية على بعض المنتديات وكلاب هاوس وغيره الناس لا تصدق أي شيء مما يقال لها هناك حالة غضب عارمة هناك اتهامات للحكومة هناك إحساس بأنه التمويل يتجه إلى أمور أخرى غير التي تمسوهم بشكل مباشر مثل السكك الحديدية رغم أنه هناك خلال السنوات القليلة الماضية كنا نسمع عن أعمليات تمويل كثيرة لتطوير السكك الحديدية ولكن النتيجة العملية غير واضحة دعنا نحاول ربط الاتصال بضيفنا من القائرة سيد طارق عباس سيد طارق إذا كنت تسمعني سألتك قبل قليل ما الذي حدث يبدو بأنه ليس جاهزا بعد سيد طارق عباس سيد محمد هذه تركة ثقيلة ليست تركة عادية يعني تريثها الدولة المصرية الآن من تراكمات لفساد متراكم في أنظمة سابقة ولا يمكن إصلاحها بين يوم وليلة فهل برأيك بالإمكان تحديد المسؤول فعلا أم أنه سيكون عنوانا المسؤول عن تكرار ذلك؟ أتمنى أنه يكون هناك تحديد حقيقي للمسؤولية لكن هذه المسؤولية ليست فردية بمعنى أنه من الممكن أن يكون خطأ لسائق القطار من الممكن أن يكون هناك خطأ في الإشارات في التواصل في أي شيء ولكن المنظومة ككل هي المسؤولة وليس فقط مجرد شخص طبعا في كل حادث هناك دائما خطأ فردية وهذا من الممكن لأن الميكانة ليست كاملة في خطاع السكك الحديدية في مصر التكنولوجيا لم تدخل بشكل حقيقي بحيث أنه يتم تفادي أي حوادث بصرف النظر عن نوعها اتفضل التحق بنا سيد طارق عباس لعلينا نستجلي منه تفاصيل أكثر عن ما حدث على وجه تحديد سيد طارق ما الذي حدث وأدى إلى حادث اليوم بسهاج والله اللي حدث طبقا لرواية البيانة اللي صدر عن هيئة السكة الحديدية إن الكطار الأول توقف أثناء سيره بسبب سحب ما يسمى ببلف الخطر أو بلف الطوارئ وقيل أن هناك مجموعة من الأشخاص المجهولين قاموا بسحب هذا البلف ما بسبب في توقف الكطار على الكطبان ومن ثم دخل الكطار الثاني إلى نفس المصار واستضم به من الخلف ما أدى لسقوط بعض العربات خارج الكطبان هذه هي رواية المسؤولين في هيئة السكة الحديدية ويبدو أنها كانت رواية استباقية لما ستصفر عنه التحقيقات المعمقة التي تجريها حاليا النيابة العامة بقيادة السيد المستشار أحمد السوي النائب العام بنفسه سيجري استماع لأقوال شهود الأيان الذين كانوا في عربة الكطار التي قيل أنها تم سحب ببلف الخطر منها وذلك سيكشف من هؤلاء الأشخاص الذين قيل أنهم سحبوا هذا البلف بالتواصل مع بعض العاملين في السككة الحديدية أكدوا أن بلف الخطر أو بلف الطارق هو موجود بالفعل في كل عربة من عربات الكطارات وأيضا نراه في عربات مترو الأنفاق يتم كسر مربع زجاجي وسحب هذا البلف لتوقيف الكطار بشكل عاجل في حالة مما توفر المعلومات هل كان القطارات متلاحقان جدا لهذه الدرجة إلى درجة أنه لم يقم قائد القطار بعد سحب حزام الخطر لم يقم بإعادة التشغيل والانطلاق من جديد هي هذه النقطة التي أتكلم فيها مع حضرتك يبدو أن التوقيت بين سحب هذا البلف وتوقيف الكطار واللحظة التي استضم بها الكطار الثاني هي التي ستحسم هذه المسألة إذا كان هناك طراخي من قائد الكطار أو مساعدي أو الأفراد العاملين في العربات في داخل السكة الحديدية قد طراخوا عن إعادة تسهير الكطار في فترة زمنية وجيزة ما كان قد يمنع هذا الحدث من الوقوع تماما أيضا النقطة الثانية التي ستكشف عنها التحقيقات أن هناك ما يظهر لقائد الكطار أو رئيس الكطار كما يسموه العربة التي تم سحب منها هذا البلف وبالتالي بعض الأشخاص المصابين إذا سمحت حالتهم لاستجوابهم وسمع أقوالهم قد يدلون على من فعل هذه الفعل دعني أنتقل إلى سيد محمد سطوحي سيد محمد يعني متعرف علي أن هناك مسافة أمان يفترض أن تكون بين القطار والآخر يعني هل يمكن القول بأن المشكلة ليست مشكلة تجهيز وتقنية فقط وإنما أيضا هناك جانب ثاني تنظيمي بالتأكيد دائما كان هناك كلام عن أن المنظومة في مصر تحتاج إلى مزيد من الميكانة والتكنولوجيا وأن هذا يتطلب استثمارات عديدة وتوقيتها لابد من التعجيل بذلك لأن حوادث القطارات في مصر يعني غير مسبوقة وغير موجودة في أي بلد في العالم أن نجد حوادث بهذا الحجم وبهذا العدد الكبير من الضحايا نحن نتحدث عن آلاف الحوادث التي تتم يعني نصل إلى أحيانا ألفين حادث في عام واحد يعني شيء مش طبيعي يعني فلابد من أن يكون هناك تطوير كامل لكل المنظومة الخطوط القطبان المزلقانات الأجهزة المستخدمة التكنولوجية بحيث يتم التواصل بين المحطات وبعضها البعض بصورة سهلة هذه كلها أمور يعني أصبحت بديهيات بالنسبة لعالم السكة الحديدية اليوم لكن أنا مع كل حادث نكتشف أنه هناك خطأ أنه عامل المزلقان لم يكن موجودا أو أنه لم يستطع الاتصال بناظر المحطة يعني هناك تبريرات وتفسيرات كثيرة لهذه النوعية من الحوادث التي ينبغي أن نكون قد تجاوزناها يعني حتى إن لم يكن هناك أجهزة إلكترونية هناك الموبايل موجود مع كل شخص سيد طارق هناك حالة ضغط الآن تمارس على هيئة السكة الحديدية على وزارة النقل المصرية بشكل عام بعد التكرر هذه الحوادث وكونها كل مرة وكل عام تحصد العشرات من المصريين وكل مرة تحت تبرير معين من يحمله المصريون المسئولية طب يعني قبل أن أجيب على سؤال حضرتك خليني بس أعقب على الضيفك الكريم هيئة السكة الحديدية كانت قد أعلنت منذ فترة وجيزة عن تخصيص أو إن السكة الحديدية تحتاج إلى 142 مليار جنيه مصري لتطوير منظومة السكة الحديدية في مصر من ضمن 210 مليار جنيه لتطوير منظومة السكة الحديدية وأيضا مترو يمكن يمكن في تصريح حاط الدكتور مصطفى مطبولي رئيس الوزراء إن ما عطل هذه العملية لتطوير منظومة السكة الحديدية بكاملها هو تأخر بعض الشركات في توريد المهمات أو المعدات الخاصة بعملات التطوير رغم توفر الإمكانيات المالية والمادية لهذه العملية بالنسبة لسؤالك المصريون يحملون المسئولية للمسئول عن منظومة السكة الحديدية في مصر وخاصة أن السيد الوزير كامل الوزير له باع طويل في التطوير وباع طويل في العملية التنمية أو النهضة التي قامت في عهد الرئيس السيسي لكن خلينا نختلف أو نفرق بين المسئولية الجنائية في حادث مثل هذا الذي شاهدناه جميعا وأفجعنا بالطبع وبين المسئولية السياسية للمسئول عن المنظومة التي حدث بها نجدها النيابة العامة من خلال تحقيقاتها ولا تستطلن عنها خلال الساعات المقبلة كما تعودنا من النيابة العامة أنها تصدر بيانات متعاقبة ومتتالية وشارحة وافية بكل تفاصيل التحقيقات التي تجرى لكن المسئولية السياسية طبعا يجب أن يعلن عنها من خلال وزارة النقر تفضل أشكرك أكتفي في الواقع بهذا القدر شكرا جزيلا لك من القاهرة طارق عباس صحفي المختص في التحقيقات والحوادث بصحيفة الوطن المصرية وعبر سكايب من يويورك محمد السطوحي الكاتب الصحفي ومحمد السياسي ومحمد السياسي ترجمة نانسي قنقر